ترجمة نانسي قنقر جلالته بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة إذانا لبدء مرحلة عمل جديدة تبنى على ما تقدم من عطاء وطني وتنطلق بطموح متجدد إلى الأمام تلبية لتطلعات أجيال الحاضر والمستقبل وأشدت صاحبة السمو حفظها الله في البرقية بالدعم الكبير من لدن جلالة الملك المفدى وتوجيهة جلالته السديدة التي منحت المرأة البحرينية مكانتها الوطنية الرفيعة لتواصل في تقديم ما هو مرجو منها في خدمة الوطن ورفعة شأنه كما أعربت سموها عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لجلالته على تفضله حفظه الله بمنح يوم المرأة البحرينية لهذا العام رعاية جلالته السامية دعية المولى تعالى أن يديم على جلالة الملك المفدى موفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الرفع والازدهار خطاه وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب جلالته فيها عن أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية أمرور عشرين عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها معربا جلالته عن شكرها وتقديرها لجهود صاحبة السمو ومنتسبات المجلس في العمل الدؤوب على الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية في بلدنا العزيز وتمكينها لتكون قادرة على المساهمة في تقديم ونماء مملكة البحرين في مجالات التنمية كافة كما أعرب جلالته عن سروره واعتزازه بإهداء سموها لجلالته الإصدار الموثق لأعمال المجلس الأعلى للمرأة بسرد تاريخي لأهم ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات بالإضافة إلى الإهداء التذكاري القيم وأشد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة السعيدة بدور المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في مختلف قطاعات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متوجة بذلك مسيرة حافلة بالعطاء بفضل ما تحقق لها من مكتسبة وحقوق متطلعا جلالته حفظه الله إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية في ظل ما أتحه مشروع جلالته الإصلاحي من فرص وإمكانيات كبيرة لتعزيز منزلة المرأة وما يبذله المجلس الأعلى للمرأة من جهود لمزيد من التمكين والتطوير متمنيا جلالته للمرأة البحرينية كل الخير والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر